بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم أسمح لي بمناسبة احتفال بالذكرى الثلاثين لإنشاء المركز العربي لتبادل أخبار المرامج بالجزائر الشغيقة والذي يصادف في 17 أبريل 1987 أن أرحب الترحاب الحار بمعايل أستاذ حميد غرين وزير الاتصال في حكومة جزائرية معبرا لسيادته عن فائق الشكر وغافر الامتنان لما يخص به اتحاد زعادة العربية ومركز التبادل من كريم العناية وموصول الدعم والمنساندة كما يطيب لي أن أتوجه إلى كافة أسرة المركز كوادر وموظفين وأعوان بأحرى التهاني وأجمل التباريك وأحيي جهودهم الكبيرة في آداء رسالتهم العلامية النبيلة كما لا يفوت نتقدم بعبارات الثناء إلى كافة الزملاء المديريين الذين تعاقبوا على تحمل مسؤولية إدارة المركز وأصدق خدمات جليلة بإخلاص وتفاعل وأخص هنا بالتحية والتقدير الأساتذة وشريب بن باقة وإلياس بالعريبي وحورية خثير وكذلك الأخوين بشير بن غادة وبعلام فارس وكما نترحم على روح الفغيد أحمد شعبان أيها السادة والسيدات يعد المركز العربي تبادل أخبار والبرامج من أجهزة مهمة التي تتبع التحادز العدو العربية وقد كانت المبادرة بتأسيسه منذ أكثر من أربع عقود خلت وتعتبر من قبل الرهانات التي أخدم عليها الاتحاد إدراكا منه بالأهمية البالغة التي يكتسيها موضوع التبادل بين الهيئات الإذاعية والتلفزيونية العربية العضاء فهو يشكل وسيلة ناجعة للتقارب وتمتين أواصر التعارف والتحابب بين أبناء الأمة العربية ويتح من خلال تبادل المواد الإذاعية والتلفزيونية فورصا ثمينة لمواكوة الحراكة التي تشهده الدول العربية في مختلف مجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتنموية بشكل عام وحينما نستعرض مسيرة المركز منذ إحداثه إلى اليوم نغيب على الخطوات الكبيرة التي قطعها في الاطلاع برسالته في مجال التبادل الأخبار والبرامج ونذكر أنه استهل نشاطه بغنات واحدة ثم أخذ يوسع تدريجيا مجالات عمله من خلال تدعم تجهيزاته الفنية والهندسية على نحو يجعله مواكبا باستمرار لتطورات الحاصلة في القطاع السمعي البصري وميدان الاتصالات وحاليا تبلغ عدد الغنوات التي يوفرها للتبادل أكثر من 12 غناء في نصامية المنص ونظام الديتي بي التليفزيون الرغمي ويمكن الغول أن المركز حقق نتائج إيجابية سجل أشواطا ذات بال ارتقد بعملية التبادل إلى أعلى المرات حيث أصبح يقدم خدمات عديدة ومتنوعة إلى كافة الهيئات العضاء وكذلك إلى كافة الهيئات الدولية والإغليمية الراغبة باستبادة من هذه الخدمات مثل الشبكات اليورو فيزيون وشبكات الآسي فيزيون وتشهد هذه الحركية طورا كميا ونوعيا ووفر الهيئات المستفيدة إمكانية إرسال الأخبار والمواد البرامجية في أي وقت انتشاء وفقا لمعاري السرعة والآنية ويسهر المركز اليوم على تبادل ثلاث حقائب أخبارية عربية يومية وأربع حقائب إسبوعية تحمل البرامج الرياضية والاقتصادية والثقافية وحقيبة إخبارية موجهة إلى الكوبيام المؤتمر الدائم للوسائل السنعية والبصرية في حوض البحر المتوسط وحقيبتين نحو الأسيا فيزيون فالحصيلة تبدو مشرفة بفضل الاعتماد على منظومة الاتحاد للاتصال متعددة الوسائط والخدمات عبر الساتل والمعروفة باسم النظام منوس أبكن الزيادة في عدد التبادلات الإخبارية بين الهيئات العضاء إلى ما يفوق 12 ألف خبر سنويا وما يزيد على 3000 ساعة من التبادلات الإذاعية البرامجية هذا وإن مركز التبادل بكافة الغنوات التلفزيونية العربية ومرتبط أيضا عن طريق السبكة السحابية الجديدة للاتحاد الأسبوكلاود بأكثر من 270 مدينة حول العالم هذا إلى جانب مساهمته في تغطية الأحداث العربية والدولية مثل مؤتمرات الغمة وتغطية جلسات الأمم المتحدة وتغطية الغمة الأفريغية وغيرها من أحداث المهمة ويستخدم في هذه التغطيات أحدث الوسائل كما ذكرت منها منظومة جديدة لاتحاد الأسبوكلاود وفي الختام لا يسعني إلا أن أعبر عن كامل الارتياح للدور الرائد الذي يطلع به المركز لفائد الهيئة العضاء وغيرها من المنظمات والاتحادات الدولية والإغليمية وأرجو لكافة العاملين به التوفيق في مهامهم وتحقيق المزيد من النجاحات كما أنتهز هذه الفرصة لأتوجه بأصدق عبارات الشكر ووافر الامتنان إلى الجزائر الشغيغة التي تحتضن مغر المركز وتخصه بجزيل الرعاية وفائق الدعم أتمنى لكم سهرة طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته